السلام عليكم يسعد أوادكم وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد في هذا الفيديو الهام بدنا نتحدث عن أخبار منتخبنا السوري والمباريات ووجود المدرب نبيل معلول بدنا نتحدث أيضا عن موضوع ممكن أن يكون في عنا تأجيل لمباراة منتخبنا السوري أمام منتخب الكويت أو حتى الإلغاء وبدأي أذكر أيضا بعض المباريات الودية لباقي المنتخبات المجاورة لمنتخبنا السوري كيف يكون في عنا تحضير المباريات رغم صعوبة السفر والتنقل وإجراءات السفر بسبب انتشار الوباء بين الدول مثل كل مرة أتمنى منكم تشاهدوا الفيديو للأخير تجتمعوا لهذا التقرير و لهذا الكلام وشاركونا برأيكم أسفل هذا الفيديو ضمن قسم التعليقات المدرب التونسي نبيل معلول بآخر فترة كان بدمشق متواجد وكان في عنا حضور وتحضير واستعداد من أجل وجود معسكر داخل للمنتخب السوري طبعا هذا التحضير من أجل وجود مباراة ودية أمام منتخب الكويت بواحد آذار لكن للأسف بعض الأخبار من الممكن يكون في عنا تأجيل لهذه المباراة أو حتى إلغاء صراحة بسبب قيود السفر اللي عم تكون موجودة بين البلدان وبسبب الإجراءات اللي عم تكون مختلفة بين بند لتاني بسبب انتشار الوباء حسب عدة الإصابات بكل بلد نتمنى إن شاء الله انتهاء من هذا الوباء السلامة للجميع والله يحمي الجميع ونتخلص من هذا المرض اللي عم يأثر على معظم مفاصل الحياة رياضية أو حتى غير رياضية والمدرب التونسي نبيل معلوخ لا تواجده بسوريا عم يتابع بعض المباريات قبل انتهاء مرحلة الذهب عم يكون في عنده اجتماع مع بعض اللاعبين من أجل تحضيرنا المعسكر القادم استئناف المباريات ومن المتوقع يكون في عنا معسكر داخلي مثل ما ذكرت من اللاعبين المحليين بالدور السوري حاليا لسه ما تأكد الخبر إلغاء المباراة أو تأجيل المباراة وأثناء تأجيل هذا الفيديو عم يكون في عنا مباراة ننادي العربي لكويتي وعم يتقلق النجم على الدين الداني وعم يسجل الهدف الأول إن شاء الله بيكون في عنا تقرير مفصل عن اللاعبين السوريين ونتائجهم بالمباريات المختلفة بالدوريات المختلفة لكن احنا ما بنتمنى يكون في عنا تأجيل انشاهد المنتخب السوري انشاهد أيضا تخطيط والتكتيك للمدرب نبيل معلول مع نصور قاسيون بالمباريات الودية قبل استئناف مشوار التصفيات الصعب أبدا ما نسهل بباقي المباريات للمباريتين غير كافيتين أبدا لتقييم أداء المنتخب بالمباريات الماضية اللي كانت أمام الأردن أمام منتخب أسباكستان يلي انتهوا بالخسارة وبالفوز والملف الأهم هو ملف اللاعب عمر خريبين يلي نحنا بنتمنى عودته للمنتخب السوري وما بدنا أبدا نكون في عنا أي خلاف مع أي مدرب أو مع أي لاعب لأنه قوة منتخب السوري بوجود جميع اللاعبين المحترفين واللاعبين المميزين من الدورة السوري لكن من خلال التناعي على المباريات الودية اللي عم تكون حاليا عم يشاهد من خلال موقع كرة الرسمي اللي عم يغطي أبرز الأخبار والمباريات الودية حول العالم عم يشاهد أنه باقي المنتخبات المجاورة لمنتخبنا السوري عم يكون في عنده مباريات ودية يعني منتخب العراقي كان في عنده مباراة ودية أمام الكويت أيضا منتخب الأردني من أحد المنتخبات المنظمة اللي عم تكون بمعسكر بالإمارات وعم يشاهد منتخب الأردني عم يكون بعديد من المباريات الودية أمام منتخبات تجاكستان قادما في عندهم منتخب بوزباكستان عم يستعدوا وعم يحضر بشكل جيد لمشوار التصفيات نحن نتمنى يكون في عندنا جدول ثابت يكون في عندنا خطة موضوعة من الاتحاد العربي السوري لقرد القدم للمنتخب السوري بباقي الأيام يعني باقي المنتخبات مثل الأردن والعراق وحتى الكويت قبنا وضوع الأغلاق اللي عم يكون عم نشاهد في عنده مباريات وتحضيرات من اللاعبين المحليين نتمنى يكون في عنا نحنا هيك شي لمنتخبنا السوري بواقع الأيام المفروض يكون في عنا مباريات ودي أكتر من المباراة وأيضا في حال إلغاء مباراة منتخبنا السوري أمام الكويت المفروض يكون في عنا مباراة مع أحد المنتخبات أيضا منتخب ثاني وتالت من أجل التحضير الجيد مثل ما ذكرت مباراة مباريتين غير كافيتين من أجل خوض الاستئناف مشوار التصفيات وتصفيات كأس العالم وتصفيات أمم آسيا طبعا لسه ما شاهدنا جميع اللاعبين تحت إشراف قيادة المدرب لبيل معلول المعسكر الماضي كان عنا مليء للغيابات اللاعبين من أبرز النجم السومة وخريبين وأحمد الصالح وعبدالله الشامي والكثير من اللاعبين المحترفين فنحنا بنتمنى يكون في عنا تنظيم بالعمل أكتر لمباريات المنتخب لأن جميع المنتخبات بالقارة عم تستعد وعم تحضر بشكل جيد وشكل ممتاز التأهل لكأس العالم وتأهل لبطولة أمم آسيا حق مشروع لجميع المنتخبات بالقارة وأيضا ما بننسى موضوع ملف اللاعبين المحترفين بالخارج يلي من الممكن يكون في عنا استدعاء لبعض المحترفين للانضمام ولمنتخب السوري مثل ما ذكرت لاستئناف وشوار التصفيات يتمنى يكون في عنا توضيح تصريح من المدرب تونس ينابيل معلول توضيح أكتر لخطة العمل القادمة للمنتخب السوري يتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السوري باستئناف مباريات تصفيات كأس العالم وتصفيات أمم آسيا القادمة عم نشاهد مواعيد المباريات الرسمية طبعا الثابتة إلى الآن إن شاء الله ما يكون في عنا أبدا أي تأجيل مشوار التصفيات لمنتخبنا وباقي المنتخبات بقارة آسيا لأن قارة آسيا من القارات الغريبة العجيبة الموجودة بالعالم لتأجيل المباريات للمنتخبات أو حتى البطولات لنانديية مثل دورة أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي فشل كبير عم نشاهده بهاي القارة من خلال تنظيم البطولات مثل ما ذكرت نتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا السوري بباقي المباريات الودية والرسمية وإن شاء الله التأهل لكأس العالم قريبا لنسور قاسيون تحت قيادة المدرب التونسي نبي المعلوم وتحقيق الحلم السوري لأول مرة بالوصول لكأس العالم بتمنى منكم شاركونا رأيكم حول موضوع عدم وجود مباريات ودي لمنتخبنا السوري حاليا مثل ما ذكرت المباريات الرسمية عم تكون منتخبنا السوري أما منتخب المالديث ب30 آثار أي بنهاية الشهر الثالث أما أما منتخب قوام ب7 حزيران 7 شهر السادس أما المباراة الأخيرة أما منتخب الصين ب15 حزيران أي 15 شهر السادس أيضا وإن شاء الله التأهل لسوريا للدور القادم من مشوار التصفيات اليوم اللي تعبت أولى جولات لمباريات الدور السوري طبعا مباريات الإياب الجولة 14 كان في عنا مفاجآت كبيرة وواضحة بهذه الجولة نادي حطين عم يحسم دير بمدينة اللاذقية بالفوز على نادي تشتين المتصدر بنتيجة 1-0 وعم يهدث صدارة لنادي الجيش اللي حسب قمة المباريات أمام نادي الاتحاد واستطاع إسقاط أهلي حلب بنتيجة 3-0 البرتقالة الدمشقية نادي الوحدة عم يستطيع هزيمة نادي الحرية بالشام بنتيجة 1-0 أما نادي الكرامة عم يقفز للمركز الثاني خلف نادي الجيش المتصدر بعد الفوز أنا نادي حرجلة بنتيجة هدفين لهدف والتعادل الإيجابي بين فريق جبلة والطليعة بهدف لكل فريق والتعادل السلبي لمباراة الوثبة أمام الساحل بمدينة حمص أما مباراة الشرطة أمام نادي الفتوى نادي الشرطة عم يزيد من جراح نادي الفتوى بعد هزيمته بنتيجة هدفين دون رد بس أدارة عمنا نادي الجيش بـ 33 نقطة أما الكرامة بـ 31 نقطة تشرين بالمركز الثالث بـ 30 نقطة حطين بالمركز الرابع بـ 29 نقطة الوحدة خامسة بـ 27 نقطة الوثبة بالمركز الثامن بـ 17 نقطة الاتحاد بالمركز التاسع بـ 16 نقطة الشرطة بالمركز العاشر بـ 14 نقطة بالمركز الحادي عشر نادي حرجلة بـ 11 نقطة نادي الساحب بالمركز الثاني عشر بـ 7 نقاط نادي الحرية بالمركز القبل الأخير بـ 6 نقاط وأخيرا نادي الفتوى بـ 4 نقاط نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للأندي السوري يكون في عنا تحسن أكتب بالأداء التحسن بنقلة تلفزيوني نتمنى كل التوفيق وإن شاء الله للمنتخب للاعبين السوريين المحترفين ومستوى أفضل لدورينا نتمنى منكم تشاركونا لايكون آراءكم ضمن قسم التعليقات بهذا الفيديو ومنتظروني بفيديو خاص عن أخبار اللاعبين السوريين المحترفين وشكرا لكم